السلام عليكم يسعد اواتكم و اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بداية معسكر جديد لمنتخب سوريا تحت قيادة المدرب التونس نبيل معلول بمدينة دمشق بوجود المحترفين اهلا وسهلا فيكم الجديد معكم نبراس من قناة نبراس فور اللي عم يحضرنا اول مرة اتمنى من الاشتراك بالقناة تعفي خيار الجرس حتى يوصلوا كل جديد نحن منغطي اخبار كرتنا السوري ولعبينا السوريين وهم الاخبار للكرة العربية للكرة العالمية اذا بداية معسكر جديد لمنتخب سوريا تحت قيادة المدرب نبيل معلول والنقطة كثير هامة بهذا المعسكر وجود بعض المحترفين بالخارج بهذا المعسكر طبعا بسبب الظروف السابقة اللي عم تمر على الرياضة بسبب انتشار الوباء عم يكون في عنا غيابات للمحترفين بالمعسكرات السابقة وبهذا المعسكر عم يكون في عنا غياب لأبرز اللاعبين مثل عمر السومة وياز ومحمد عثمان وعنا اللاعب والمحترف والمدافع عمرو ميداني بصفوف الاتحاد السكندري بسبب صعوبات السفر اللي عم تكون بين الملدان مثل ما كلياتنا بنعرف وخوفهم من الالهاق بالنسبة للاعب عمر السومة اللي اقترب بداية الدورة السعودة للمحترفين نتمنى له كل التوفي والمدرب نبيل معلول بهذه القائمة الخاصة لهذا المعسكر اللي عم يمتد من الخامس هذا الشهر لليوم 12 من شهر ذاته طبعا عم يضم بعض اللاعبين من الخارج مثل ما ذكرنا وبعض اللاعبين من القوائم السابقة لللاعبين المحليين غياب بعض اللاعبين المحليين وغياب ايضا بعض اللاعبين المحترفين اللي كان عنده التجارب السابقة بالاحتراف خارج سوريا مثل يوسف قلفا الفهد اليوسف وسامة اوماري طبعا اللاعب حميد ميدو متمنى له كل التوفيق ان شاء الله على سلة اللاعب يوسف قلفا نشر خبر عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اقتراب انتقاله للنادي حطين بعد فصخ عقده مع نادة النجف العراقي متما ذكرت بعض الاخبار بسبب وجود مشاكل مانية وعدل تقديم الاموال لللاعبين اضافة ان اللاعب المحترف شادي الحموي ضمن صفوف نادة النجف العراقي عم يذكر ايضا من خلال صفحته الرسمي عن وجود بعض الخلافات وتأخير ادارة نادة النجف بتقديم الاموال لللاعبين نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله لللاعب يوسف قلفا لشادي الحموي لجميع اللاعبين المحترفين السوريين بالخارج اما بالنسبة للتصريحات اللاعب محمود المواس جناح الطير بمنتخب سوريا عم يذكر عن وجود احد العروض من احد الاندي بقارة اوروبا في حال فشل هذا العرض عم يأكد عرفته بانتقاله لاحد الاندي بالدور السعودي للمحترفين نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله نتمنى له ان شاء الله يخوض تجربة احترافية بقارة اوروبا للأسف الخبر محزن عنا بهذا الفيديو تأكيد اصابة اللاعب فهد اليوسف مع نادة الوحدات بالدور الاردني عم يصاب بالوبا هو وبعض من اللاعبين بالدور الاردني طبعا بعض من اللاعبين بنادي الوحدات نتمنى له للشفاء العائجل إن شاء الله وندعي رب العالمين انتهاء من هذا الوباء وعودة الحياة للكرة الأرضية وعودة الحياة والجمهور للمدرجات بعودة الجمهور للملاعب وحضور مباريات كرة الفضاء أما بالنسبة للمدرب التونسي نبيل معلول عم يأكد من خلال تصريحاته الرسمية والتصريحات الأولى بهذا المعسكر المعسكر متما ذكرنا بوجود اللاعبين المحترفين بالخارج لأول مرة عم يأكد عن ضرورة الاستمرار بالروح الانضباطية اللي كانت عند اللاعبين من خلال معسكرات السابقة للمنتخب السوري عم يأكد أيضا عن موضوع الزيادة للجهد والتعب من خلال هاي التدريبات والمعسكرات من أجل الوصول وتحقيق الحلم السوري بالوصول لكأس العالم إن شاء الله لأول مرة مونديار قطر 20-22 وهلا متما وعدناكم بالفيديوهات السابقة بدنا نذكر بعض من التعليقات المتابعين وأسئلتهم اللي كانت على الفيديوهات السابقة وإن شاء الله بكل فيديو بيكون عندنا فقرة نعرض بعض التعليقات المتابعين التعليقات والأسئلة اللي عم تكون على الفيديوهات اللي نحن نرفعها دائما على القناة أو من خلال المنشورات اللي نحن ننشرها عبر قسم المنتدى على القناة صديقنا باسم حساب سوريا وطني أنا بتشكرك دائما على وجودك معنا ضمن قسم التعليقات عم يذكر صديقنا نبراس بورت أتمنى التقلق والمثابرة الدائمة بالتوفيق والنجاح التام من نسور قاسيون وشكرا على الجهود المتتالية لكل أخبار كورتنا السورية بتشكرك صديقنا على تواجدك دائما متما ذكرت من قسم التعليقات ودعمك المستمر لأننا على القناة وإن شاء الله كل التوفينا ومنتخبنا السوري وهذا واجبنا بتغطية أخبار منتخبنا السوري ولعبينا السوريين بالانتقال للتعليق الثاني باسم حساب عمار السومة أول تعليق أول مشاهدة بحب قناتني براس بورت تحية لمنتخب سوريا تحية إلك صديقنا وشكرا على تواجدك معنا صديقنا باسم أحرف وأرقام أخي الكريم السلام عليكم عم يسأل على موضوع مساعد المدرب درار الردوي طبعا مدرب الدرار الردوي صار مدرب نادي تشرين ولهلا ما عم يكون في عنا مساعد لمدرب منتخب سوريا طبعا مساعد السوري غير موجود حاليا إن شاء الله بالأيام القادمة يكون في عنا مساعد سوريا للمدرب التونسي نبي المعلوم بالانتقال للتعليق التالي باسم حساب محمد الشيخو عم تشكر القناة على هاي الفيديوهات عم تشكرنا على الأخبار المفوقة طبعا صديقنا احنا هدفنا إيصال الأخبار يلي بتكون بصدق بعيدا عن لمج المشاهدات أو عن الكذب بالعناوين لحظ التفاعل على حساب وعاطفة جمهور السوري المتعطش لأي خبر بهم لمنتخب السوري أو بهم لاعبين السوريين بالانتقال للتعليق البعد صديقنا محمد الصالح عم تشكرنا على الفيديو شكرا إلك صديقه ولو وجودك معنا على القناة صديقنا محمد أبو يوسف عم تشكرنا أيضا على القناة وعلى الأخبار نحن عم نرفعها شكرا إلك صديقي تعليق البعد صديقنا أحمد الفاروق بالتوفيق شكرا إلك صديقي صديقنا فراس العلي كل التوفيق إن شاء الله للمحترفين السوريين شكرا لبراس بورت على الأداء المميز شكرا إلك صديقي فراس صديقنا باسم حساب جي كي اتش سلمة الايادي كنا ننتظر هيك فيديو شكرا لك صديقة على وجودك معانا دائما بالفيديوهات طبعا نحن من خلال الفيديوهات النرفع بكون عنا رد سريع لمعظم التعليقات اللي بتكون بأسفل الفيديوهات نحفظ كتير من أسماء المتابعين اللي بتواجدوا معانا بأكثر من فيديو من خلال تعليقاتهم الدائمة على القناة أنا بتشكر الجميع على دعم المتواصل أعطانا حاجز 25 ألف متابع وإن شاء الله معكم من خلال دعمكم لأننا نوصل لأكبر عدد من المتابعين على القناة صديقنا أحمد الفاروق بتعليق تاني عم يذكر بالتوفيق إن شاء الله ما إيجاني الشعار بس دورت ولقيت الفيديو للأسف صديقة أحمد نحن بأكثر من فيديو اللي ذكرنا من خلال القناة هو مشكلة عدم وصول إشعارات المتابعين فنحنا قمنا بإنشاء عدة مجموعات وغروبات عبر تطبيل واتس أب عم يكون فقط المشرف بإرسال روابط الفيديوهات وأهم الأخبار ومواعيد المباريات بشكل يومي حتى المشرف أيضا قام بإغلاق موضوع الدردشي بين المتابعين الموجودين على هاي المجموعات حتى ما يصير فيه عنه إنزعاج للمتابعين بتلاقوا جميع روابط هاي المجموعات أسفل هذا الفيديو ضمن قسم التعليقات أو بالوصف مثل كل مرة اللي بحب يتابع حساباتنا عبر مواقع التواصل بتلاقوا جميع حساباتنا موجودة أيضا بالوصف هي حتى تظهر أمامكم هلا على الشاشة كان فيديو سريع ذكرنا بعض من طريقات المتابعين وأهم الأخبار اللي كانت لمنتخبنا السوري وللاعبين السوريين نتمنى لنا إن شاء الله كل توفي إن شاء الله حنحاول يوميا نكون معكم بفيديو على القناة نغطي آخر الأخبار ونتحدث أكثر عن أخبار منتخبنا السوري ولعبين السوريين بناميكم شاركونا رأيكم حول الأخبار اللي احنا عرضناها على القناة شاركونا رأيكم أيضا بالمحتوى اللي نحن عمل قدمه على القناة بدنا نقرأ جميع الطعليقات اللي عم تكون على هذا الفيديو بالفيديو القادم وشكرا لكم اشتركوا في القناة